الجزء الثاني الفصل الخامس اختفى سايم فذات صباح لم يأتي إلى عمله وعقب أشخاص قلائل طائشون على اختفائه وفي اليوم التالي لم يذكره أحد في اليوم الثالث ذهب وينستون إلى قاعة التسجيلات ليلقي نظرة على لوحة الإعلانات فرأى قائمة مطبوعة تشتمل على أسماء أعضاء لجنة الشترنج التي كان سايم عضواً فيها ولاحظ أن القائمة كانت تكون كما اعتاد أن يراها من قبل لم يشطب منها شيء ولكنها نقصت اسماً واحداً وكان في ذلك الكفاية لقد اختفى سايم من عالم الوجود وكأنه لم يكن كانت تقص حراً إلى درجة لا تطاق ففي الوزارة الشبيهة بقصر التيه معدومة النوافذ كانت درجة الحرارة عادية في الغرف مكيفة الهواء إلا أن حرارة الأفاريس بالخارج كانت تلهب الأقدام كما كانت رائحة العرق الكريهة التي تنبعث من قطارات تحت الأرض مخيفة للغاية وكانت الاستعدادات لإسبوع الكراهية قائمة على قدم وساق ولهذا كان موظف جميع الوزارات يعملون أكثر من الوقت المقرر إذ كان لابد من تنظيم المواكب والاجتماعات والعرض العسكري والمحاضرات والتماثيل الشمعية واللافتات والأفلام السينمائية وبرامج الستار الناقل كذلك كان ينبغي إقامة الحوامل والتماثيل وتأليف الهتافات وكتابة الأغاني وترويج الشائعات وتزييف الصور وكانت الوحدة التي تعمل بها جوليا قد سحبت من قسم القصص لإعداد سلسلة من المنشورات الشنيعة توطئة لتوزيعها أما وينستون فعلاوة على عمله العادي كان يقضي فترات طويلة كل يوم في مراجعة الملفات القديمة لصحيفة التايمز وتعديل أو تغيير أو تزييف فقرات كانت ستذكر في الخطب وعندما كانت جموع العامة المشاغبة تطوف بالشوارع في وقت متأخر من الليل كانت المدينة تكتسب طابعا محموما وكانت القنابل الصاروخية تتساقط على المدينة بكثرة لم يسبق لها مثيل وفي بعض الأحيين كانت تدوي انفجارات هائلة بعيدة لم يستطع أحد أن يعللها ومن ثم تطايرت الشائعات بشأنها وكانت النغمة الجديدة لإغنية أسبوع الكراهية وكانوا يطلقون عليها اسم أغنية الكراهية قد أعدت وانصرف الفنيون لتسجيلها لإذاعتها على الستائر الناقلة كانت نغمة موحشة أشبه بنباح الكلاب لا يمكن أن يطلق عليها أحد اسم موسيقى ولكنها كانت أشبه بقرع الطبول وكانت ترددها مئات الأصوات على وقع أقدام سائرة ولهذا كانت تثير الفزع في النفس ولقد أحب العامة هذه الأغنية ولهذا كانوا يرددونها في الشوارع عند منتصف الليل وهكذا أصبحت الأغنية الجديدة منافسة للأغنية القديمة التي كانت لا تزال حبيبة إلى نفوس العامة ومطلعها كان وهما ميؤوسا منه وكان طفلاء أسرة بارسونز يلعبان طوال ساعات الليل والنهار بشكل لا يطاق مستخدمين في لعبهم هذا مشطا وقطعة من ورق التواليد وهكذا حفلت ليالي وينستون بما لم تحفل به من قبل كانت فرق المتطوعين التي نظمها بارسونز تعد الطرقات لإسبوع الكراهية فتحيك الأعلام وترسم اللافتات والملسقات وتثبت صواري الأعلام فوق الأسطح وتعلق الأسلاك بشكل خطر عبر الطرقات لاستقبال القادمين وكان بارسونز لا يفتأ يتباهى بأن مبنى النصر وحده يستطيع أن يعرض أربعمائة متر من قماش الأعلام والبيارق وكان الرجل قد عاد ساذجا طيب القلب يبدي سعادة غامرة لما يؤديه من عمل وقد هيأ له العمل الشاق وشدة الحرارة عذرا يتذرع به لارتداء سروال قصير وقميص مفتوح في المساء وكان يرى في كل مكان وفي وقت واحد دافعا أو جاذبا ناشرا أو طارقا أو مشتركا مع الرفاق في أي عمل يتولونه مطلقا كل ما في جسمه من عرق كريه يسكم الأنوف وفجأة ظهرت ملصقة جديدة في جميع أنحاء لندن ولم تكن هذه الملصقة تحمل أي شرح وكانت تمثل صورة مخيفة لجندي أوراسي طوله ثلاثة أو أربعة أمتار وهو يخطو إلى الأمام بوجهه المنغولي الجامد وحذائه الضخم ويتنكب مدفعا سريع الطلقات مسددا إلى الأمام فإذا نظرت إلى فوهة المدفع من أي تزاوية ظرنت أنها مسددة إليك دلالة على براعة من وضع التصميم وقد ألصقت هذه الصورة فوق كل مكان خال بجدران لندن حتى فاق عددها عدد صور الأخ الأكبر وأدى ظهور هذه الصور إلى إثارة نوبات الجنون الوطني الدورية بين العامة رغم ما كانوا يبدونه عادة من جمود من ناحية الحرب ولقد زادت طين بلة أن القنابل الصاروخية كانت تفتك بعدد من السكان أكثر من المعتاد فقد سقطت إحداها على دار للسينما باستبني وكانت الدار مكتظة بروادها فدفن عدة مئات منهم بين الأنقاض وخرج جميع سكان المنطقة المجاورة لتشيع الجنازة فكان منهم طابور سمر ساعات كاملة كان في الواقع بمثابة اجتماع لإظهار السخط وسقطت قنبلة أخرى فوق قطعة أرض خالية كانت تستخدم ملعبا فمزقت عشرات الأطفال إربا إربا وخرجت مظاهرات غاضبة صاخبة وأحرقت الجماهير تماثيل جولدشتاين ومزقت مئات من صور الجندي الأوراسي ونهبت عددا من المتاجر خلال هذه الفوضى وانتشرت شائعة مؤدها أن الجواسيس كانوا يوجهون القنابل الصاروخية إلى لندن بموجات لاسلكية وشنت الجماهير هجوما على بيت زوجيني طاعنين في السن قيل إنهما من أصل أجنبي وأشعلت النار في المنزل ومات الزوجان مختنقين من الدخان وعندما كان يتسنى لجوليا ووينستون الذهاب إلى حجرتهما فوق متجر مستر شارنغتون كان يتجعان جنبا إلى جنب فوق الفراش العاري تحت النافذة وهما مجردان من ثيابهما طلبا للبرودة ومع أن الجرد لم يظهر ثانية إلا أن البقة تكاثر بشكل مخيف بسبب شدة الحر ولكن يبدو أن ذلك لم يزعج العاشقين فقد كانا يعتبران غرفتهما فردوسا سواء كانت قذرة أم نظيفة وكانا يرشان الفلفل الأسود الناعم فوق كل شيء في الغرفة بمجرد وصولهما إليه وكانا يبتعان هذا الفلفل من السوق السوداء ثم يتجردان من ثيابهما ويتواصلان والعرق يتصبب من جسديهما ثم يستسلمان للنوم فإذا ما استيقظا وجدا البق وقد تجمع واستعدى لشن هجوم مضاد واجتمعا خلال شهر يونيو خمس إلى ست بل سبع مرات وكان وينستون قد تخلى عن عادة احتساء الجن في جميع ساعات النهر بعد أن رأى ألا حاجة تدعوه للشراب فامتلأ جسمه وتحسنت حالة تصل بساقه ولم يعد ينظر إلى سير الحياة كأمر لا يحتمل كما لم يعد يشعر بذلك الحافز الذي كان يدفعه إلى التطلع بغضب نحو الستار الناقل أو يسب ويشتم بأعلى صوته لقد أصبح لهما الآن مخبأ أمين يكاد يشبه منزلا ومن ثم فإنه لم يكن يشعر بأي ضيق إزاء اضطرارهما للقاء مرات قليلة ولمدة ساعتين فقط في كل مرة كل ما كان يعنيه هو أن تظل الغرفة الكائنة فوق المتجر موجودة فإن مجرد الاطمئنان إلى وجودها وعدم الاعتداء عليها أو مهاجمتها كان في حد ذاته يكسبه شعورا بالارتياح الشديد كان ينظر إليها مثل ما ينظر إلى عالم كامل كانت بمثابة جيب من جيوب الماضي تستطيع الحيوانات المنقرضة أن تسير فيه وكان ينظر إلى مستر شارينغتون نظرته إلى حيوان منقرض وكثيرا ما كان يتوقف عن الصعود إلى الغرفة ليتجاذب أطراف الحديث مع مستر شارينغتون وعرف أن الكهلة نادرا أن يغادر منزله وأنه لم يكن له إلا عملاء قلائل جدا وكانت حياته أشبه بحياة الأشباح في ذلك الحانوت الصغير المظلم وفي المطبخ الخلفي الضيق الذي كان يعد طعامه فيه والذي كان يجتمل فيما يجتمل عليه على مذياع جرامافون عتيق جدا له بوق هائل وكان الرجل العجوز يبدي سرورا عظيما كلما أتيحت له فرصة للحديث مع وينستون وكلما كان يتجول بين سلعة مع دومة القيمة بأنفه الطويل وعويناته السميكة وكتفيه المقوسين في سترته المصنوعة من القطيفة كان يبدو كجامع تحف أكثر مما يبدو تاجرا وكثيرا ما كان يبدي حماسا فاترا وهو يشير إلى قطعة من الخردة أو سدادة زجاجة من الصيني أو غطاء مزخرف لعلبة سعود مضحطمة أو علبة عتيقة بداخلها خصلة شعر طفل ميت ولكنه لم يكن يطلب من وينستون شراء شيء منها وإنما كان يتوقع منه أن يبدي إعجابه بها وكان وينستون ينظر إلى حديث الرجل إليه مثل ما يستمع الإنسان إلى صندوق موسيقى قديم لقد ردد الكهل بعض الأبيات الشعرية القديمة على مسامع وينستون منها قصيدة من 24 بيتا عن طائر الشحرور وأخرى عن موت الديك روبين وكان كلما ردد بعض هذه القصائد الدارسة قال لقد خطر لي إنك قد تهتم بسماعها ولكنه لم يستطع أن يتذكر أكثر من أبيات قليلة من كل قصيدة وكان وينستون وجوليا يعرفان ولد فارق هذه الحقيقة مخيلتهما أن حياتهما هذه لا يمكن أن تدوم وكان الموت الذي ينتظراه يبدو في بعض الأحيين سهلا لينا كالفراش الذي يرقدان فوقه وعندما كان يشراحهما مثل هذا الشعور كانا يلتصيقان ببعضهما وقد استولى عليهما شعور من الشهوانية اليائسة كإنسان قدر له أن يموت بعد دقائق مع دب مات فاغتنمها ليقضي حاجته من شهواته وما لذاته وفي أحيين أخرى كانا يستسلمان للوهم فيعتقدان أن حياتهما الحالية ليست آمنة فحسب وإنما أيضا دائما كما كانا يشعران بأنهما ما داما في هذه الغرفة فلن يلحقهما أي أذى لقد كان الوصول إلى الغرفة شاقا وخطرا ولكن الغرفة ذاتها كانت حرما مقدسا وعندما كان وينستون يحدقه في ثقل الورق الزجاجي كان ينتبه إحساسهم بأن في الإمكان الدخول إلى العالم الزجاجي وأن الإنسان ما يكاد يدخل إلى هذا العالم حتى يتمكن من وقف سير الزمن وكثيرا ما كانا جوليا وهو يستسلمان تماما لأحلام اليقظة فيما يتعلق بإمكان إفلاتهما من مصيرهما المحتوم فقد يظل الحظ الحسن في جانبهما دائما فيستطيعان المضي في مؤامراتهما على هذا النحو ما تبقى من حياتهما الطبيعية من زمن أو قد تموت كاترين ويتمكنان ببعض المناورات البارعة من الزواج أو أن ينتحر معا أو أن يختفي فيغيران من هيئتهما بشكل يجعلهما غير معروفين أو أن يتعلما لغة البروليتاريا ويحصلان على عمل في أحد المصانع ويعيشان بقية حياتهما في شارع خلفي بغير أن يعرف أحد بأمرهما كانت كل هذه الأوهام سخفا بالطبع ولم يكن ذلك يخفى عليهما وكانا يدركان ألا مهرب لهما من مصيرهما المحتوم ومع أن الانتحار كان هو الخطة العملية الوحيدة إلا أنهما لم يجد من أنفسهما ميلا إلى الإقدام عليه فقد كان تشبثهما بالحياة من يوم إلى يوم ومن أسبوع إلى أسبوع وهما يغزلان حاضرا لا مستقبل له عملا غريزيا لا يستطيعان له دفعا أو تجنبا مثلما تجد برئتا لإنسان النفس التالي طالما كان الهواء موجودا وفي بعض الأحيين كانا يتحدثان عن الاشتراك في ثورة فعلية ضد الحزب بغير أن يدركا كنها الخطوة الأولى فحتى لو كانت جماعة الإخوة الخرافية موجودة فعلا فما زالت تواجهما صعوبة إيجاد طريقهما إليها ولقد حدث وينستون جوليا عن الألفة الموجودة أو التي كان يبدو أنها موجودة بينه وبين أوبراين وعن الدافع الذي كان يحفزه أحيانا أن يتقدم إليه ويعلن له أنه عدو للحزب ويطلب مساعدته ومن العجيب حقا أنها لم تعتبر ذلك عملا طائشا ونثرا لأنها كانت قديرة في الحكم على الناس بمجرد تأمل وجوههم فقد بدى لها أنه من الطبيعي أن يؤمن وينستون بإمكان الاعتماد على أوبراين وثقة به لمجرد أنه لاحظ ومضى واحدة من عينه وعلاوة على ذلك فإنها كانت تعتقد اعتقادا جازما بأن كل شخص أو تقريبا كل شخص كان يكره الحزب سرا وأنه لن يتردد في الخروج على القواعد إذا علم الله خطر عليه من ذلك ولكنها رفضت أن تصدق بأن مقاومة منظمة واسعة النطاق يمكن أن توجد وقالت إن القصص المتداولة عن جولدشتاين وجيشه السري ليست إلا سخفا اخترعه الحزب لخدمة أغراضه وفرد على الناس أن يصدقوه ومن ثم وجب عليهم أن يتظاهروا بتصديقه ففي مرات لا حصر لها وفي مهرجنات الحزب ومظاهراته الارتجالية كانت أي جوليا تنادي بأعلى صوتها مطالبة بإعدام أشخاص لم تسمع بأسمائهم لاتهامهم بجرائم وهمية ليس لها ظل من الحقيقة وعندما كانت تجرى محاكمات عامة كانت تقوم بدورها مع فصائل عصبة الشباب التي كانت تصطف حول قاعات المحاكمة من الصباح حتى المساء مرددة بين حين وآخر انشودة الموت للخوانة أما خلال دقيقتين الكراهية فكانت دائما تبز الآخرين جميعا في توجيه السباب والإهانات إلى جولدشتاين ومع ذلك لم تكن لديها أقل فكرة عن جولدشتاين هذا أو التعاليم أو المذاهب التي كان يمثلها فقد كبرت منذ حدثة الثورة ولكنها كانت صغيرة جدا قبل وقوعها ولذلك فإنها لا تذكر شيئا عن المعارك التي نشبت بسبب المثل العليا بين عامي 1950 و1960 ولم تكن تتصور وجود شيء مثل الحركة السياسية المستقلة فقد كانت تؤمن بأن الحزب لا يمكن أن يقهر وأنه سيظل قائما وأنه سيظل على ما هو عليه وكل ما في استطاعتك أن تعمله هو أن تشق عصى الطاعة عليه سرا أو على أكثر تقدير أن تقدم على أعمال عنف منعزلة كقتل شخص أو نس في شيء ما كانت أحد ذكاء من وينستون وأقل تأثرا منه بدعاية الحزب فذات مرة كان يحدثها عن شيء ما له صلة بالحرب ضد أوراسيا فأدهشته حينما قالت عرضا إنها تعتقد أن لا حرب هناك وأنه من المحتمل أن القنابل الصاروخية التي تتصاقت يوميا فوق لندن كانت تطلقها حكومة أوشانيا نفسها لإشاعة الفزع في قلب الشعب ولم تكن هذه الفكرة قد ترأت على باله إطلاقا ولقد أثارت جوليا غيرته حينما قالت له إنها كانت تعاني أشد الصعاب لتمنع نفسها من الانفجار ضاحكة خلال دقيقتين الكراهية ولكنها كانت لا تتردد في الشك في تعاليم الحزب حينما تمس حياتها بطريقة أو أخرى وهي غالبا ما تكون على استعداد لقبول أساطير الحزب وآية ذلك أن الخلاف بين الحقيقة والزيف لا يهمها في كثير أو قيل فهي مثلا كانت تؤمن بصحة ما تعلمته في المدرسة من أن الحزب هو الذي اخترع الطائرات أما وينستون فكان يذكر أنه تعلم أيام دراسته في أواخر السنوات الخمسينية أن الحزب يدعي اختراع طائرات الهلوكوبتر فقط وبعد ذلك ب12 عاما عندما كانت جوليا في المدرسة ادعى الحزب أنه اخترع الطائرة ولن يمضي جيل آخر حتى يدعي بأنه مخترع الآلة البخارية وعندما قال لها إن الطائرات كانت موجودة قبل أن يولد وقبل أن توجد الثورة بوقت طويل لم تظهر اهتماما بهذه الحقائق وتساءلت ما وجه الأهمية في معرفتنا من الذي اخترع الطائرات ولقد زادت دهشة وينستون بل أصابته هزة عنيفة عندما اكتشف من حديث عابر لها أنها لا تذكر أن أوشانيا كانت مشتبكة في حرب مع أستاسيا وفي سلم مع أوراسيا قبل ذلك بأربعة أعوام صحيح أنها كانت تعتبر الحرب الدعاء لا أساس له ولكن من الواضح أنها لم تلاحظ أن اسم العدو قد تغير قالت بغموض كنت أعتقد دائما أننا في حرب مع أوراسيا وقد أفزعه ذلك بعض الشيء فقد اخترعت الطائرات قبل مولدها بزمن طويل ولكن الانقلاب الذي حدث في الحرب ثم منذ أربعة أعوام أي بعد أن نضجت بوقت طويل وتجادلا حول هذا الموضوع ربع ساعة تقريبا وفي النهاية نجح وينستون في إرغام ذاكرتها على العودة إلى الوراء حتى استطاعت أن تتذكر بغير وضوح أن العدو كان في أحد الأوقات أستاسيا وليس أوراسيا ولكن هذه المسألة كانت لا تزال تبدو معدومة الأهمية في نظرها وقالت بضجر وما أهمية ذلك ما دامت حرب دموية تليها حرب دموية وما دمنا نعلم أن أنباء الحروب كلها كذب في كذب وفي بعض الأحيين كان يحدثها عن إدارة السجلات والتزوير الصارخ الذي يقترف هناك ويبدو أن مثل هذا الحديث لم يفزعها كما أنها لم تشعر بالهاوية المفتوحة تحت قدميها حينما علمت أن الأكاذيب لا تلبث أن تتخذ شكل الحقائق وحدثها عن قصة جونز وأرنسون ورادر فورد وقصاصة الورق الخطيرة التي أمسكها بين أصابعه ذات مرة ولكنها لم تتأثر بهذا الحديث بل إنها لم تفهم مغزى القصة في بادئ الأمر وسألته هل كانوا أصدقائك؟ كلا لم أكن أعرفهم فقد كانوا من أعضاء الحزب الداخلي أضف إلى ذلك أنهم كانوا أكبر سنا مني وهم ممن ينتمون إلى الأيام السابقة للثورة ومن ثم لم أكن أعرفهم حتى بالنظر إذن لماذا تقلق بالك؟ إن الناس يلقون حدفهم في كل لحظة أليس كذلك؟ وحاول أن يجعلها تفهم حقيقة الوضع وأن هذه الحالة استثنائية ولم تكن مجرد قتل إنسان وسألها هل تدركين أن الماضي قد ألغي فعلا ابتداء من أمس؟ فإذا كان له أي وجود فإن وجوده هذا كامن في أشياء قليلة صلبة تحمل أي كلمات تفسيرية كثقة للورق الزجاجي الموضوع فوق المندضة ونحن أبناء هذا الجيل لا نعرف شيئا إطلاقا عن الثورة أو السنوات التي سبقت الثورة فقد قضي على كل سجل أو زورة وأعيدت كتابة كل كتاب كما أعيد رسم كل صورة وأعطي كل تمثال وشارع وبناء اسما جديدا وغير كل تاريخ وما زالت هذه العملية قائمة على قدم وساق يوما بعد يوم ودقيقة بعد دقيقة لقد أوقف التاريخ وليس هناك وجود لشيء سوى الحاضر الذي لا نهاية له والذي لا ينبئ إلا بكل شيء صحيح عن الحزب بالطبع أنا أعلم أن الماضي قد زيف ولكن لن أستطيع أطلاقا أن أبرهن على ذلك حتى ولو كنت أنا الذي يقوم بهذا التزيف إذ أنني ما أكاد أنتهي منه حتى يعدم كل دليل ينم عنه والدليل الوحيد موجود داخل عقلي ولست أدري على وجه التحقيق إن كان هناك مخلوق واحد يشاركني ذكرياتي لقد أمسكت بدليل مادي محسوس في مناسبة واحدة طوال حياتي بعد أن وقع الحادث بسنوات وما الفائدة من ذلك؟ لم تكن هناك أي فائدة لأنني تخلصت منه بعد دقائق معدودات ولو حدث ذلك اليوم لحتفظت بهذا الدليل فقالت جوليا أما أنا فلا أفعل ذلك إنني على استعداد للمجازفة ولكن من أجل شيء يستحق هذه المجازفة لا من أجل قصاصات صحف قديمة ولنفترض أنك احتفظت بها فماذا كان بوسعك أن تفعل؟ ربما لم أستطع أن أفعل شيئا يذكر ولكنها كانت دليلا على كل حال ولعلها كانت تكفي لإثارة بعض الشك هنا وهناك لو أنني تجاسرت على إطلاع أحد عليها إنني لا أتصور أنه سيكون في مقدورنا أن نغير شيئا من الأوضاع خلال حياتنا ولكنني أستطيع أن أتخيل أن في الإمكان أن تتكون جماعات صغيرة للمقاومة هنا وهناك جماعات صغيرة من أشخاص يؤازر أحدهم الآخر وتتكاثر بالتدريج وتخلف سجلات قليلة وراءها حتى يستطيع الجيل القادم أن يبدأ حيث انتهينا فقالت أما أنا فلا يهمني جيل القادم يا عزيزي إن ما أهتم به هو نحن فقال لها يبدو لي أنك ثائرة من الخصر فما دونه واعتبرت ذلك تعبيرا بارعا منه فأحاطته بذراعيها وهي جد مسرورة كانت لا تبدي أي اهتمام بمذاهب الحزب المتشعبة فعندما كان يحدثها عن مبادئ الاشتراكية الإنجليزية والتفكير المزدوج وعدم ثبات الماضي وإنكار الوقائع المحسوسة واستخدام كلمات اللغة الحديثة كانت تبدو عليها علامات الملل والبلبلة وتقول له إنها لم تكن لتبدي أي اهتمام بمثل هذه الأشياء فإنها كانت تعلم أنها كلها سخافات فلماذا يقلق الإنسان بسببها؟ كانت تعلم متى يجب عليها أن تهدف ومتى يجب عليها أن تسب وتشتم وهذا هو كل ما كانت تحتاج إليه فإذا أصر على المضيف الحديث عن هذه الموضوعات استغرقت في النوم فقد كانت واحدة من أولئك الذين يستطيعون أن يناموا في أي ساعة وفي أي موضع ومن ثم فقد أدرك من الحديث معها أنه من السهل أن يظهر المرء بمظهر الشخص الذي يؤمن بصحة المذهب على حين أنه لا يدرك مطلقا ما معنى صحة المذهب لقد استطاع الحزب أن يفرد رأيه العالي بنجاح شديد على قوم لا يستطيعون فهم هذا الرأي وكان في استطاعته أن يحملهم على قبول اعتداءاته الشنيعة على الحقيقة لأنهم لم يستطيعوا يوما أن يفهموا تماما ضخامة ما كانوا يطالبون به كما أنهم لم يكونوا يبدون اهتماما كافيا بالأحداث العامة حتى يستطيعون أن يلاحظوا ما حدث ولقد ظل القوم عقلاء لنقص إدراكهم كانوا يتقبلون كل شيء ولم يكن ما يتقبلونه ليصيبهم بأي مكروه لأنه لا يترك أي أثر وراءه مثلما تسير حبة القمح في جسم الطير بغير أن يهضمها